سلم حد بقول كلمة 30 سنة دي بيتحرق دمي بشكل والله بتكلم بجد لان انا بحس ان احنا و احنا مكناش عايشين مع بعض ولا ايه ولا بندحك على بعض ولا يعني ماشي 103 الف فدان في 2014 انا هنا بتكلمك على التنمية الزراعية بقى 285 الف فدان في 2022 نسبة الزيادة قد ايه يا مؤمن 176 وسبعة من عشرة في المية وكنت بتحارب امال في اوقات الاستقرار ما عملناش كده ليه تعال نشوف 263 الف فدان من الاراضي الجديدة تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الاولى لمنظومة الرأي الحديث في شمال سينة والاسماعيلية والسويس 148 كيلو متر تم تأهلها وتبطنها من الترع في محافظتي الاسماعيلية وبرسعين عارفين لو انا شفت على تيك توك حد تاني هيقول لي اصلا مصر ما بتعملش حاجة غير الطرق والكباري هيخش جوة تيك توك هاديله بنية فوشه او والله بجد اخنفه عارف لو اقدر كل ده وما بتعملش غير طرق والكباري وتاني هيقول لي وهم مهمين بس كل ده البنية الاساسية استكمال البنية الاساسية بالكامل لما اخن مياه الريق بترعة الشيخ جابر لاستصلاح تسعين الف فدان في منطقة ربعة وبير العبد والمخطط لها منذ تسعينيات القرن الماضي وقت الاستقرار العظيم والرخاء اللي مفيش منه اه ومال وهعلى نعمل تخطيط نحط الورق كده في الدرج وكل سنة وتو طيبين مهم نقول للناس بس احنا خططنا يعني لازم يبقى فيه حتة مزيك وراك ولك طيب تعالى بقى ايه مشروع تنمية سينة اللي بتصل مساحته الاجمالية لوحد واحد من عشرة مليون فدان منها 285 الفدان اتزرعت 18 تجمع زراعي تم انشاءهم باجمالي 2122 مستفيد اكتر من 8000 حوض اتعملوا لاززراع السمكي من ضمن مشروعات هيئة قناة السويس 8 قرى للصيادين ايه وصح 8 قرى للصيادين جاري العمل عليها وعلى انشاءها بتكلفة 3.5 مليار جنيه 120 مليون جنيه تكلفة تنمية بحيرة البردويل بالمناسبة لموسم اتفتح كل سنواته طيبين خلي اهلينا يشتغلوا ويفرحوا خلي اهلينا ياكلوا لقمة عيش خلي اهلينا ينبسطوا خلي اهلينا ياكلوا لقمة عيشهم بعرق جبنهم بجد يعني ايه في سعر بحيرة البردويل دي احنا اعملناها زمان ليه واللي غيرها من البحيرات المصرية اللي ما تلمستش من تقريبا من امتى يجي من 1910 او انا بكلمك بجد تقريبا من 1910 ما تلمستش البحيرات المصرية متسبة كده 72 مليون جنيه تكلفة تطوير مينة الصيد البحر انا اقولكو ايه ولا ايه